على وقع هتافات الشتم واللعن يبدأ البرلمان الجديد عهده الموعود مبشرا بحقبة جديدة بعيدة عن الطائفية والحزبية يعقد أولى جلساته لتسمية نواب الجدد وسط ظروف تؤكد عدم تسوية الخلافات بين شركاء الفساد فليس سوى أصحاب هذه الأكفان البيضاء الصدريين وبعض النواب الآخرين قد حضروا الجلسة الأولى فيما غاب عدد آخر منهم بانتظار حسم مناصب وتقاسم غنائم من الأطراف الممتعدة من شركاء الفساد الحاضرين تجيب عن ذلك تغريدة القيادي بميليشي حزب الله أبو علي العسكري حينما هدد من يعتبرها الكتلة الصغيرة حال شكلت حكومة منفردة مع التيار الصدري ويلمح بنفس الوقت أن الكتلة الأكبر ستتخذهم وسيلة لتمرير الحكومة ثم تقوم بالتخلي عنهم قريبا إن شاء الله نحن في مرحلة تأسيس نظام ديمقراطي في العراق في ظل هذه الأجواء يتحدث الكاظمي عن عهد ديمقراطي جديد ديمقراطية أجواؤها مشحونة تضحت عبر انتشار مسلح لميليشيا السراية تابعة للصدر في بغداد عشية عقاد جلسة البرلمان كنوع من التلويح بالآلة العسكرية ونقل الصراع من ملعب البرلمان إلى ملعب الميدان عقاد البرلمان في هذا الجو المشحون وقبل تسوية الخلافات والاتفاق على الحصصة يؤكد أن الدور الإيراني كان حاسما في دفع الجميع للإسراع في تشكيل الحكومة ولملمة فضيحة التشضي الحزبي التي وصلت لحد الاقتتال أمام البوابات الخضراء واستخدام الطائرات المسيرة في تصفية الحسابات ترجمة نانسي قنقر